بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب شرح لي صدري ويسل لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قوي معكم دكتور أسماء رويعي وهنكمل شرح مقرر قانون الخصصية وإحماية البيانات وإحنا وصلنا مع بعض للمحاضرة التانية والمحاضرة التانية بعنوان مدى إقرار الحق في الخصصية في الدول العربية وعلى المستوى الدولي العالمي هو أن المفروض في المحاضرة كنت كمان أشرح على المستوى الدولي الإقليمي بس لقيت المحاضرة هتبقى كبيرة عليكم فحبقيت أن أنا أسهل عليكم فهنتناول بس المحورين دولات اللي هم مدى إقرار الحق في الخصصية في الدول العربية ومدى إقرار الحق في الخصصية على المستوى الدولي العالمي والمحاضرة القادمة بمشاة الله تعالى هنتكلم على المستوى الدولي الإقليمي فاكرين المحاضرة اللي فاتت كانت بعنوان مدى اقرار الحق في الخصوصية في الشريعة الاسلامية والدول الغربية شرحنا في المحاضرة اللي فاتت ان الشريعة الاسلامية باعتبرها نظاما عالميا وقانونيا ودينيا كان لها فضل الصبق في تقرير مبادئ حقوق الانسان فهي اقرد مبادئ حقوق الانسان وحماية الافراد مش بس اقرار مبادئ حقوق الانسان وحماية الافراد بل كمان هي فرضة جزاءات في الدنيا وفي الاخرى على كل من ينتهج حقوق الانسان ده بعكس الحماية الدولية لحقوق الانسان طبقا للمفاهيم الغربية الحديثة فبنجد ان هي ما تقردش حقوق الانسان الا بظهور ميثاق الامم المتحد عام 1948 كمان شرحنا ان الشريعة الاسلامية اقرت الحق في الخصوصية وعملت نظام او اقامت نظرية متكملة للحق في الخصوصية فجعلت حماية الحق في الخصوصية ضرورة انسانية مش بس ضرورة انسانية بل كمان الشريعة الاسلامية وجدت ان الحق في الخصوصية وجعلت الحق في الخصوصية هي الاساس اللي بيقوم عليه الدين وبدون توافر الحق في الخصوصية مش هيكون فيه دين بل يتوقف على الحق في الخصوصية الايمان ومن ثم التدين بالدين كمان شرحنا فيه المحور التاني من المحاضرة مدى اقرار الحق في الخصوصية في الدول الغربية وشفنا مع بعض ان التشفعات الغربية اقرت الحق في الخصوصية وذكرنا من امثلة التشفعات الغربية ذكرنا استراليا والبرازيل وكندا وايطاليا والمملكة المتحدة ويركزنا في الشرح على الولايات المتحدة الامريكية وعلى فرنسا شفنا اقرار الحق في الخصوصية في التشفع الامريكي والفرنسي في الفقه والقضاء وكمان شفنا التشفعات الامريكية والفرنسية اللي اقرت الحق في الخصوصية هل لنا نبدأ مع بعض موضوع محاضرتنا وهو هل تم اقرار الحق في الخصوصية في الدول العربية؟ هل تم اقرار الحق في الخصوصية على المستوى الدولي؟ تعالوا نشوف مع بعض بنلاقي في بداية الأمر لازم نلفت النظر لملحوظة مهمة جدا هل حقوق الإنسان ظهرت على الصعيد الدولي قبل الصعيد الداخلي ولا العكس ظهرت حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي قبل الصعيد الدولي بنلاقي أن فكرة حقوق الإنسان ظهرت على الصعيد الداخلي في الأول بعد كده ظهرت على الصعيد الدولي وتطورت على الصعيد الداخلي وأصبحت مبادئ ضمن القوانين الداخلية العادية في الدول وكمان ضمن الدستير وبعد كده تطورت من مرحلة اللي هي على الصعيد الداخلي أصبحت حقوق الإنسان في مرحلة جديدة من مراحل تطورها وهي المرحلة الدولية وهي مرحلة أصبحت فيها مواضيع حقوق الإنسان بتاخد طابع دولي بعد ما كانت في الأول هي مسألة داخلية بحتها طيب الحق في الخصوصية وفق للتطور التاريخي مر بمرحلتين رئيسيتين ودين برضو نقطة عاوزكوا تركزوا معايا فيها إن الحق في الخصوصية مر بمرحلتين من ناحية التطور التاريخ في المرحلة الأولى تم الاعتراف بالخصوصية على إنه حق لحماية الأفراد من أي مظاهر اعتداء مادي سوائكات المظاهر الاعتداء المادي دي على حياتهم وممتلكتهم وما إلى ذلك من المظاهر المادية وده خلينا نقول عليه ما يعرف بالخصوصية المادية بالخصوصية المادية وده المرحلة الأولى تعالوا نشوفوا المرحلة التانية مع بعض المرحلة التانية انطبط فيها الخصوصية على حماية القيم والعناصر المعنوية للشخص وده اللي احنا خلينا نطلق عليه ما يعرف به الخصوصية المعنوية وفي نطاق الخصوصية المعنوية دي ارتبطت مفهوم جديد ارتبط بأثر التقنية على الحياة الخاصة تمثل بخصوصية المعلومات وحق الأفراد في السيطرة على المعلومات والبيانات الخاصة في مواجهة تحديات العصر الرقمي وخلينا نطلق عليها المرحلة التانية الحماية المعنوية أو الخصوصية المعلوماتية وعلشان كده احنا هنستعرض في المحاضرة الوقت في الشرح مع حضراتكم مدى إقرار الحق في الخصوصية في الدول العربية وعلى المستوى الدولي كمبدأ عين من الناحية المادية أما الناحية المعنوية والذي هنتكلم فيها ونركز فيها في الشرح على الخصوصية المعلوماتية هنتكلم على ساعتها على الحماية الجنائية للخصوصية المعلوماتية وهنشوف بقى موقف الدول العربية والموقف المستوى الدولي والإقليمي من الخصوصية المعلوماتية وهنركز في الشرح فيها لكن دلوقتي خلينا نستعرض اقرار الحقف القصصية في الدول العربية وعلى المستوى الدولي بصفة عامة كمبدأ عام من الناحية المادية هي ملحوظة مهمة حب أننا أأكد عليها في بداية المحاضرة أن الحقف القصصية وفق للتطور التاريخي باللاقي أنه مر بمرحلتين رأسيتين وياريت نركز في جزيدي مع بعض المرحلة الأولى من مراحل تطور الحقف القصصية هو أنه تم الاعتراف بمبدأ الحقف القصصية كحق لحماية الأفراد من مظاهر الاعتداء المادي يعني حماية الأفراد من الاعتداء على حياتهم وممتلكتهم يعني الجانب المادي يعني ما يعرف بالخصوصية المادية دي المرحلة الأولى ما كانتش لسه دخلت التقنية أو استخدام التكنوجيا الحديثة زي هي ما احنا شايفين دلوقتي في الوقت المعاصر المرحلة التانية بقى من مراحل التطور وهي أن الخصوصية انطوت على حماية وقيم وعناصر معنوية للشخص وهي داوت اللي اتعرف بالخصوصية المعنوية وفي النطق الخصوصية المعنوية دي ولد مفهوم جديد للخصوصية ارتبط بيه بتقنية بأثر التقنية أو ارتبط بيه بأثر التكنوجيا على الحياة الخاصة للأفراد تمثلت في ايه بقى؟ تمثلت في خصوصية المعلومات وحق الأفراد في أنه يتسيطر على المعلومات والبيانات الخاصة كل دا في مواجهة تحديات العصر الرقمي اللي احنا عايشين فيه فإحنا بنتكلم على الحماية المعنوية يعني بتكلم على القصوصية المعلوماتية يبقى دلوقتي الحق في القصوصية مر بمرحلتين في تطور التاريخ المرحلة الأولى بنتكلم على القصوصية في جانب المادي لها والمرحلة التانية وهي من التكلم على الخصوصية في الجانب المعنوي لها لما ارتبطت بالتقنية وارتبطت بالتكنوجيا وأثرت التكنوجيا الحديثة على حرمة الحياة الخاصة وعلى الحق في الخصوصية علشان كده وإحنا بنستعرض المحاضرة دلوقتي مع بعض هنشوف مدى إقرار الحق في الخصوصية في الدول العربية وعلى المستوى الدولي والإقليمي هنتكلم كمبدأ أعيم هنتكلم على الحق في الخصوصية من الناحية المادية لكن ارتباط الخصوصية بالمعلوماتية يعني الناحية المعنوية هنتكلم فيه ونشرحها بالتفصيل بمشاية الله تعالى بس لما نجي نتكلم على الخصوصية المعلوماتية لأنني نحتاج كلام مفصل شوية على الخصوصية المعلوماتية بس في الأول خدمية دلوقتي نستعرض مدى إقرار الحق في الخصوصية في الدول العربية كمبدأ عاملها الحماية المادية ومدى إقرار الحق في الخصوصية على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وهنتكلم برضو فيهم على الحماية المادية ننتكلم على مبدأ الحقف القصية بواجه عام أو كمبدأ عام وده هيترطب عليه أن احنا هنقسم محاور المحاضرة لمحورين رؤسيين المحور الأول هنتكلم على مدى إقرار الحقف القصية في الدول العربية هنتكلم عليه كمبدأ عام من ناحية الحماية المادية وهنتكلم في المحور الثاني على مدى إقرار الحقف القصية على المستوى الدولي العالمي يعني هنتكلم كمبدأ عام على الحقف القصية من ناحية الحماية المادية طب دلوقتي خلينا نستعرض مع بعض عناصر المحاضرة عشان تبقى العناصر كلها يعني في ذهننا وما يتفلتش مننا إن شاء الله بمشيت الله تعالى أي عنصر احنا هنتكلم في المحور الأول على مدى إقرار الحقف القصية في الدول العربية قونا هنتكلم كمبدأ عام هنتكلم عليه من ناحية الحماية المادية هنشوف الدستير المختلفة في الدول العربية تناولة الحق فيه الخصية إزاي هنتعرض له الدستور الأردني ودستور دولة البحرين ودستور الجزائر ودستور السودان وهن نتعرض كمان للنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية وهنشوف الدستور السوري ودستور جمهورية الصومال ودستور العراق ودستور المغرب هنستعرض دستور دولة الكويت والدستور المصري واليمني والتونسي ودستور سلطنة عمان ولبنان ولبيا ودستور جمهورية مورتانيا وهنطرح التساؤل التالي هل تم النص صراحة على الحق في الخصوصية في هذه الدستور ولا ذكر فقط بعض التطبيقات للحق في الخصوصية هنشوف الكلام ده وده هنستعرضه مع بعض دلوقتي بمشية الله تعالى أما بالنسبة للمحور الثاني من المحاضرة هنكلم فيه على مدى إقرار الحق في الخصوصية على مستوى الدولي العالمي هنكلم من ناحية الحماية المادية هنتكلم على الإعلانات والاتفاقيات الدولية العالمية الحماية المادية للحق في الخصوصية هنتكلم على بالنسبة للإعلانات والاتفاقيات الدولية العالمية هنتكلم على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هنتكلم على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية نتكلم كمان على المؤتمرات الدولية ومعاني من المؤتمرات الدولية المهمة جدا المؤتمر الدولي الخبراء اليونسكو والمؤتمر الدولي لحماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية وكل ده هنتكلم عليه في شق الحق في الخصوصية من ناحية المادية أو من ناحية الحماية المادية فعلوا نبدأ مع بعض المحور الأول بعد ما استعرضنا خلاص لعناصر المحاضرة كاملة ونشوف بقى في المحور الأول مدى إقرار الحق في الخصوصية في الدول العربية بنلاقي أن وجدت مؤخرا حماية الخصوصية طريقها إلى الدستير الحديثة في بعض الدول العربية ومتدت كمان الحماية دي في بعض الدول إلى القانون المدني والقانون الجنيني بنلاقي الدستور الأردني في سنة 1952 والمعدل لسنة 2011 بنلاقي فعلا أقر الحق في الخصوصية والنص صراحة على الحق في الخصوصية وده كان في المدى 7 كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنين اعتبر دوة جريمة يعقب عليها القانون كمان نصة المدى 10 وقالت أن المساكن حرمة فلا يجوز دخلها إلا في الأحوال المبينة في القانون يعني أقر لأن المساكن لها حرمة وإن ما ينفعش أحد يعتدي عليها أو يدخلها أو معنى صح يدخلها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية لنص عليها القانون كمان بنجد في المدى 18 اعتبر جميع المراسلات البردية والبرقية والمخاطبات الهاتفية السرية وما ينفعش أن هي تخضع للمرأبة أو للطلاع أو التوقيف أو حتى المصدرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون دلوقتي نسترد مع بعض موقف الدستور دولة البحرين لعام 1973 والمعدل لسنة 2018 من إقرار الحق في الخصوصية هل دستور دولة البحرين أقر الحق في الخصوصية ونص عليه نص صريح في نصوص الدستور ولا ما تمش النص على الحق فيه الخصوصية تعالوا نسترد مع بعض المادة 25 متنص المادة 25 من دستور دولة البحرين للمسكن حرمة فلا يجوز دخوله أو تفتيشه بغير إذن أهله إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعنيها القانون وبالكيفية المنصوصة عليها فيه يعني بيقول إن المسكن ليه حرمة ما ينفعش حد يدخله أو حد يفتيشه من غير ما يستأذن أهل المسكن دوت إلا في حالات والحالات دي بتكون حالات ضرورة قصوى وحالات استثنائية والحالات دي اللي بيحددها ويبيعينها ويوضع الكيفية لها هو القانون كمان نصة المادة 26 على إن حرية المراسلة البرادية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا فيه ضربات التي يبينها القانون ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوصة عليها فيه يعني المادة 26 بتقر وبتحمي المراسلة البردية والبرقية والهاتفية وبتقول إن هي ليها حماية دستورية وليها حرية دستورية وسريتها كمان بتكون مكفولة فما ينفعش حد يراءب المراسلات أو يفشي سريت المراسلات إلا في ضرورات والضرات دي اللي بيبينها من وبينص عليها القانون ووفق إجراءات وضمانات برضو منصوصة عليها في القانون إحنا مستعرضنا للمادة 25 والمادة 26 بنلاحظ إنه هو ما أنصش صراحة على الحق فيه الخصوصية وكان يجدر بالمشرع الدستوري في دولة البحرين إنه هو المشرع الدستوري البحريني إنه هو كان يلزم عليه إنه هو ينص على مبدأ الحق فيه الخصوصية صراحة وإنه هو ما يسيبش الأمر لبعض التطبيقات لأن التطبيقات اللي هو ذكرها فيه الدستور ما بتشملش كل عناصر الخصوصية وحتى لو قلنا إنه هو أقر بمبدأ الحرية الشخصية ونص على مبدأ الحرية الشخصية وده بيكون أساس لإقرار الحق في الخصوصية في بعض تطبيقاته يعني وسع من المظاهر المادية ده ما بيعنيش أبدا أو يغني إنه هو كان لازم يقر مبدأ حماية الخصوصية والدليل على كده إنه كثير جدا من الدستور العربية أقرت الحقين معا الحق في الحرية الشخصية والحق في الخصوصية وهنستعرض كمان دلوقتي باية الدستير وهنشوف إنه فيه دستير كثيرة جدا عربية أقرت فعلا الحقين معا أما بالنسبة لمدى إقرار الحق في الخصوصية في دستور الجزائر لعام 1996 بنلاقي إن الدستور دولة الجزائر لعام 1996 أقر الحق في الخصوصية ونص عليه صراحة من خلال المادة 39 خلينا نستعرض المادة مع بعض لا يجوز انتهاج حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه ويحميها القانون وسرية المناسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة ده نص المادة 39 فبنلاقي في نص المادة 39 أقر الدستور الجزائري الحق في الخصوصية نيجي نستعرض مع بعض كمان المادة 40 تضمن الدولة عدم انتهاج حرمة المسكن فلا تفتيش إلا بمقتضر قانون وفي إطار احترامه ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة يعني بلاقي ان في المادة 40 بتضمن الدولة عدم انتهاج حرمة المسكن ما ينفعش حد يفتيش المسكن إلا بمقتضر يعني إلا لو كان نص القانون على ذلك وده في إطار احترام للإنسان بصفة عامة وما ينفعش يحصل تفتيش إلا بأمر مكتوب يكون صادر عن السلطة القضائية المختصة وكمان في المادة 39 اللي احنا ذكرناها قلنا ان هو أقر بالحق في الخصوصية وقال ان دوت بالحق ده منفعش يتم انتهاك وان هو بيحمي الحق ده بيحميه القانون وان المرسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها وبكل أنواحها بتكون مضمونة ومصونة بموجب كمان يعني هنا كده لها حماية دستورية احنا بنؤيد الرأي القائل فيه خلي بالكم ان انا ملاحظتوش حاجة وانا بقرأ نص المادة 39 خليني اقرأه مرة تانية يعني هركز بس على حاجة نقطة معينة المادة 39 لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة كلمة مواطن هنا يعني عليه علامة استفهام احنا بنذهب مع الرأي القائل بان هو الدستور الجزائري ما قصدش بان هو يستخدم نفذ مواطن الوارد في نص المادة 39 من الدستور الجزائري اللي احنا لسا قلينه دلوقتي النص المادة لان احنا لسا قلينها ان هو يقصد بكده ان هو يقصر الحماية على المواطنين فقط دون الأجاني اكيد مش ما يقصدش ابدا المشرع الدستوري الجزائري بان هو كان يقصد ان حرمة حياة المواطن الخاصة فقط هي المحمية اما الاجنبي غير محمية لان ده ما بيستقمش لو احنا خدنا المفهوم بالمعنى ده ده مش هيستقيم ابدا وهيتناقض مع ما هو مقرر من التزام الدولة بان هي بتحمي كل من يقيم على ارضها الدولة بيكون عليها التزام بان هي تحمي كل المواطنين سواء كان المواطنين او اجانب على ارضها دون تمييز بينهم ما ينفعش ان هي تمييز ما بين مواطن واجنبي وكل مشرع بس هو اراد بهذا اللفظ خلينا نقول ان هو اراد ان يشير للوضع الغالب في الحياة العملية مش بالقصد ان هو يستبعد ابدا الاجانب المقيمين على ارض الجزائر ولكن طبعا احنا بنوصي المشرع الدستوري بان هو يعد للنص صراحة على الحق في الخصوصية مع استدال لفظ مواطن بكلمة شخص ولان في الحالة دي هيكون اقرب للصواب وتأسيا بالدستير الاخرى اللي احنا ذكرناها واللي احنا لسه كمان هنذكرها ان شاء الله تعالى اما بالنسبة للدستور السودان لعام 2005 بالله ان اقر الدستور السوداني الحق في الخصوصية وده من خلال نص المادة 37 اللي بتنص لا يجوز انتهاق خصوصية اي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة او الاسرية لاي شخص في مسكنه او في مرسلاته الا وفقا للقانون فبنلاقي ان الدستور السوداني وفقا للمادة 37 اللي لسه لقيلنها دلوقتي بنلاقي فعلا انه هو اقر بعدم انتهاق الخصوصية واقر بالحق في الخصوصية وذلك من خلال انه هو قال ما ينفعش ننتهج خصوصية اي شخص ولا نتدخل في حياة الخاصة او الاسرية ولا في سواء كان في مسكنه او في مرسلاته الا وفقا للقانون اما بالنسبة للمملكة العربية السعودية وتعالوا نشوف مع بعض للنظام الاساسي للحكم في المملكة العربية السعودية لسنة 1412 هجرين والموافق بالميلادي 1992 بنجد ان المادة 37 من النظام الاساسي نصت على للمساكن حرمتها ولا يجوز دخلها بغير اذن صاحبها ولا يتفتشها الا في الحالات التي يبينها النظام كمان يعني في المادة 37 قالت ان للمساكن حرمته ما ينفعش حد يدخل بغير اذن صاحبه ولا يتم تفتيشه الا في الحالات اللي بيبينها النظام تمام بالنسبة بقى للمادة 40 بتنقيها بتنص على المراسلات البرقية والبردية والمخابرات الهاتفية وكمان وغيرها من وسائل الاتصال المصونة ولا يجوز مساطرتها او تأخرها ولا اطلاع عليها والاستماع اليها الا في الحالات التي يبينها النظام يعني المادة 40 بتقول ان المراسلات بصفة عامة هي بتكون مصونة لا يجوز انتهاكها سواء كانت المراسلات بلدية او برقية او هاتفية اي مكانة وسيلة او وسيلة وصلاة اخرى بتكون كلها مصونة ما ينفعش ان يتم مصطرتها او يتم تطلاع عليها او الاستماع اليها الا في الحالات اللي بيبينها النظام يعني من خلال شرحنا دلوقتي للمادة 37 والمادة 40 من النظام الاساسي للحكم في المملكة العربية السعودية بيتضح لنا ان النظام الاساسي ما نصش على او ما اقرش صراحة الحق فيه الخصوصية وكان يقدر به المشرع او بالنظام الاساسي للحكم في المملكة ان هو ينص صراحة على الحق فيه الخصوصية وهي اه يعني ما يغنيش التطبيقات اللي هو ذكرها للحق في الخصوصية لا تغني ابدا على انه المفروض كان نص على الحق في الخصوصية حتى ولو كان زي غيره من الدستير او نص على مبدأ الحرية الشخصية لو حتى اعتبر ان مبدأ الحرية الشخصية اساس لإقرار الحق في الخصوصية في بعض التطبيقات لانه قلنا ان المبدأ الحرية الشخصية هو اوسع من ناحية المظاهر المادية لكن ذا ما بيعنيش ابدا انه ما يقرش ما يقرش او لا يغني انه ما يقر مبدأ الحق في الخصوصية وخصوصا ان الدستير يعني اغلب الدستير في الدول العربية اقرد على الحقين من الحق في الحرية الشخصية والحق في الخصوصية بنجد ان الوضع مختلف بالنسبة للدستور السوري تعالوا نشوف الدستور السوري لعام 2012 هل اقر الحق في الخصوصية ونص على الحق في الخصوصية صراحة في الدستور السوري لعام 2012 ولا لا بنلاقي ان فعلا الدستور السوري اقر الحق في الخصوصية صراحة وده كان من خلال نص المادة 36 ويتمص المادة 36 في النقطة الأولى منها للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون والنقطة الثانية المساكن المصونة لا يجوز دخولها أو تفتشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون فبنجد أن الدستور السوري لعام 2012 أقر بالمبدأ الحق في القصية فقال أن الحياة الخاصة حرمة ويحميها القانون ونص كمان على أن المساكن مصونة وما ينفعش أن ندخلها أو نفتشها إلا بأمر من جهة القضاية المختصة وفي الأحوال اللي بيبينها القانون كمان بنجد أن المادة 37 من الدستور السوري العام 2012 بتنص على سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها بتكون مكفولة وفق للقانون يبقى سرية المراسلات البريدية والاتصالات سواء كانت تصالات السلكية أو لاسلكية وغيرها من الوسائل بتكون مكفولة وفق للقانون تعالوا نستعرض مع بعض دلوقتي الدستور الصومال وإحنا دستور جمهورية الصومال هنستعرضها يعني هنستعرض دستور جمهورية الصومال سنة 1960 وهنستعرض كمان الدستور الصومالي المؤقت لسنة 2018 بالنسبة لدستور جمهورية الصومال سنة 1960 المادة 21 من دستور الصومالي قرّت وأمصت على حرية المسكن وقالت في النقطة الأولى من المادة 21 اللي بتنص على حرية المسكن فرض الحق في أنه هو في صيامة حرمة منزله ولا يجوز إجراء المراقبة أو التفتيش أو الحجز سواء بالمنازل أو بأي محل آخر من محلات التصرف الشخصي إلا في الأحوال وطبق للأحكام المقرّة بالمادة 17 فقرة 3 و 4 و 5 وكذلك في الحالات وبالكيفيات التي يقرّرها القانون للأغراض القضائية والنقطة الثالثة من المادة 21 اللي هي بتنص على حرية المسكن يعني نصت على لا يجوز القيام بأي تفتيش لأغراض صحية أو ضرائبية أو لأمور تتصل بسلامة العامة إلا في الأحوال وبالطرق المبينة بالقانون خلينا كده المادة 21 اللي احنا أرناها مع بعض متهاية ليه هي برضو بتنص على حرية المسكن ما نصتش صراحة على الحق فيه الفصية طب تعالوا نشوف المادة 22 من الدستور جمهورية الصومال ساعة 1960 نشوف هي المادة كانت بتنص على حرية المراسلة وسريتها وهي حرية المراسلة المكتوبة وسريتها مكفولتان وكذلك كافة وسائل الاتصال ولا تفرض قيود على ذلك إلا في الأحوال وبالشروط الوردة في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 17 وفي الأحوال الأخرى بالطريقة المنزوزة عليها في القانون لأسباب قضائي يعني وحنا كده بمستقرقنا بعد ما استعرضنا مع بعض نص المادة 21 اللي هي تنص على حرية المسكن وهي المادة 22 اللي بتنص على حرية المراسلة وسريتها المادتين دلوقتي اللي احنا قلناه وما فهمش أي أقرار للحق فيه الخصية ولكن هي تطبيقات لمبدأ الحق فيه الخصية سواء كان حرية المسكن أو حرية المراسلة وسريتها طب تعالوا نشوف مع بعض نستعرض الدستور الصومالي المؤقت لسنة 2018 هل الوضع اختلف في الدستور الصومالي المؤقت لسنة 2018 ولا نفس الوضع زي الدستور جمهورية الصومالي سنة 1960 بنجد في الفصل الثاني فيه اللي هو بينص على الحقوق والحرية الشخصية الأساسية للشخص والتقييدها بنجد المادة 17 والمادة 17 بتنص على حرية الدين والعقيدة وفي النقطة الأولى في الحرية الدين والعقيدة لكل شخص حرية في ممارسة دينه وفي النقطة الثانية يحضر نشر أي دين غير الإسلام فيه جمهورية الصومال الفيدرالية دي المادة 17 وكان يتكلم على حرية الدين والعقيدة طب تعالوا نشوف المادة 19 المادة 19 بتتكلم على حرمة المسكن وفي النقطة الأولى بتقول يحضر دخول المسكن أي شخص أو مكان آخر خاص به ولا يجوز تفتيش والتجسس عليه بدون أمر قاض مبرر النقطة الثانية يجد قراءة أمري القاضي بصورة مباشرة على صاحب المسكن ويحضر على المفتش انتهاك القانون برضو بنجد ان المادة 17 كلمة على حرية الدين والعقيدة المادة 19 كلمة على حرمة المسكن كان مفيش نص فيه باستقرانا للدستور الصومال المؤقت سنة 2018 مفيش نص صريح على الحق فيه القصية وكان يقدر زي ما تكلمنا على الدول اللي هي برضو ما نصتش على الحق فيه الخصوصية بصورة صرحيحة كان يقدر برضو على المشرع الدستور الصومالي انه ينص على الحق فيه الخصوصية وحتى لو هو أقر مبدأ الحرية الشخصية مدام يغنيش انه هو كان لازم انه هو ينص برضو ايضا على مبدأ الحق فيه الخصوصية وخصوصا يبدأ ستير أوراد المبدأ نفس الكلام اللي احنا تسرقوناه قبل كده طب تعالوا دلوقتي تكده نفتكروا نرجع مع بعض احنا الحديد دلوقتي قولنا كم دولة ما أقرتش اه الحق في الخصوصية اه صراحة فيه الدستور بتاحها ها تذكروا معايا كده من اللي احنا شرحناه دلوقتي احنا قلنا لحد دلوقتي معنا تلت دول هما البحرين والمملكة العربية السعودية والصومال الوضع المختلف في دستور العراق لعام 2005 بنلاقي ان الدستور العراقي لعام 2005 اقر بهذا الدستور بالحق في الخصوصية من خلال نصه للمادة 17 ونصف المادة 17 اه تنص على اه اولا لكل فرض الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين والاداب العامة وثانيا من المادة 17 نصف على حرمة المساكن المصومة ولا يجوز دخولها او تفتشها او تعرض لها الا بقرار قضائي ووفقا للقانون من استقرانها دلوقتي للمادة 17 بنلاحظ ايه بنلاحظ ان اولا في المادة 17 من الدستور العراقي لعام 2005 نصف فعلا وقرد ان لكل فرض الحق في الخصوصية الشخصية وده المهم بما لا يتنافى ما يضرش المهم انه ده ما يضرش حقوق الاخرين او الاداب العامة ونصف كمان في نقطة تانية بن المساكن لها حرمة في الدستور وحرمتها مصنق بقوة الدستور وما ينفعش دخولها او تفتشها او حتى التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقا للقانون طيب تعالوا نشوف مع بعض دستور دولة المغرب عام 2011 هل الوضع في دستور دولة المغرب بالنسبة لقرار الحق في الخصوصية بيختلف عن دستور العراقي ولا هو نفس الوضع برضو اقر بالحق في الخصوصية بنجد فعلا ان دستور دولة المغرب عام 2011 اقر صراحة الحق في الخصوصية وده من خلال نص المادة التالي بالنسبة للفصل 24 نص الفصل 24 لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة تاني نص الفصل 24 لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة ولا تنتهك حرمة المنزل ولا يمكن القيام بأي تفتيش الا وفق الشروط والاجراءات اللي بينص عليها القانون يعني نص يعني نشرح الجزئية دي كده اقر هو بمبدأ الحق في الخصوصية لانه قال ان لكل شخص لي الحق في حماية حياته الخاصة وكمان قال ما ينفعش ننتهك حرمة المنزل ولا ان احنا نقوم بأي تفتيش الا وفق الشروط والاجراءات اللي لازم ينص عليها القانون كمان نص الفصل 24 على لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية كيف ما كان شكلها يعني ما ينفعش ننتهك بأي وسيلة أو بأي شكل سرية الاتصالات الشخصية كمان نص دستور المغرب على ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها اللي هي احنا نتكلم على سرية الاتصالات الشخصية انه ما ينفعش ان احنا نرخص بالاطلاع على مضمون هذه الاتصالات الشخصية او حتى نشرها كلا او بعض منها سواء كانت الاتصالات كلها او حتى ولو جوز منها او باستعمالها ضد اي ان كان الا ده لازم يكون بموجب امر قضائي ووفق لشروط الكيفيات اللي بينص عليها القانون انتقلنا مع بعض دلوقتي بالشرح للدستور دولة الكويت لعام 1902 ونجد ان المادة 38 من دستور دولة الكويت لعام 1962 نصت على للمساكن حرمة فلا يجوز دخلها بغير اذن اهلها الا في الاحوال التي يعنيها بالقانون وبالكيفية المنصوصة عليها فيه كمان نصت المادة 39 على حرية المناسلات البردية والبرقية والهاتفية مصومة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوصة عليها فيه دلوقتي احنا من استقرارنا المادة 38 والمادة 39 من دستور دولة الكويت لعام 1962 اتكلم برضو على ان المساكن لها خرمة ما ينفعش حد يدخلها من غير اذن اهلها اهل المسكن يعني وايه غير في الاحوال اللي بيبينها القانون وبالكيفية بينص عليها القانون كمان نصة المادة 39 ان المرسلات البلدية والبرقية والهاتفية كلها لها حرية وحرية مصومة بيكفولها الدستور وسريتها كمان بيكفولها الدستور ما ينفعش مراقبة الرسائل او افشاء سريتها الا في الاحوال اللي هينص عليها القانون وبالاجراءات التي ينص عليها القانون برضو ما فيش اي نص صريح على الحق في الخصوصية وكان يقدر بالمشرع الدستوري الكويتي ان هو ينص على اقرار نص صراحة على اقرار مبدأ الحق في الخصوصية او الحق في الخصوصية وما كانش فيه حاجة اصلا ان هو يورد هذه التطبيقات لانه ما بتشملش كل عناصر الخصوصية وحتى لو هو اقر مبدأ الحرية الشخصية ده ما ينعش ان هو لازم كان يقر مبدأ الحق في الخصوصية واني خصوصا فيه دستير كثيرة جدا اقرت الحقين معا اللي هما الحق في الخصوصية والحق في الحرية الشخصية طيب كده يبدو دستور دولة الكويت معايا خاد نفس النهج دستور مين دولة ايه نفس النهج لتبعته دول ايه لسه ذكرناها دلوقتي نذكرنا تلت دول غير دستور دولة الكويت ذكرنا دستور البحرين والنظام الاساسي في المملكة العربية السعودية وذكرنا كمان دستور الصومال ومعايا كده ده الدستور الرابع وهو دستور دولة الكويت اما بالنسبة للدستور المصري سنة 2014 والمعدل سنة 2019 بنجد ان الدستور المصري اقر الحق في الخصوصية وده من خلال المادة 57 تعالوا استعرض مع بعض مص المادة 57 للحياة الخاصة حرمة وهي مصومة لا تمس اقرد بذلك ان للحياة الخاصة ليها حرمة وان حرمة الحياة الخاصة دي ما ينفعش حد اي حد يمسها كمان نصة المادة 57 وللمراسلات البردية والبرقية والالكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها ولا اطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضاء مسبب والمدة محددة وفي الاحوال التي يبينها القانون كمان نصة المادة 57 على ان المراسلات البردية بصفة عامة كلها سواء كانت بردية بقى برقية الالكترونية محادثات الهاتفية او اي وسيلة من وسائل الاتصال دي بيكون لها حرمة والحرمة دي حرمة دستورية وسياستها وسريتها سرية المراسلات دي بتكون مكفولة بموجب الدستور وما ينفعش ان المراسلات دي يتم مصادرتها او يحد يطلع عليها او يتم مراقبة المراسلات الا ده الا في حالة ايه الا في حالة بامر قضائي والامر القضائي دي لازم يكون مسبب ويكون لمدة محددة ويكون في الاحوال اللي بينص عليها واللي بيذكرها القانون كمان تلتزم الدولة بحماية المواطنين في استخدام وسائل اتصال العامة بكافة اشكالها ولا يجوز تعطلها او وقفها او حرمان المواطنين منها بشكل تعصفي وينظم القانون دي لسه احنا لحد الوقت احنا نشرح في المادة 57 المادة 57 كمان بتنص ان للدولة حماية تلتزم الدولة بان هي تحمي حق المواطنين في انهم يستخدموا وسائل اتصال العامة من حق المواطنين في الدولة انهم يستخدموا وسائل اتصال العامة بكل اشكال هذه الوسائل من الاتصال وما ينفعش ان حد يعطلها او يوقفها او يحرم المواطنين منها بشكل تعصفي وبينظم القانون ذلك يعني بنظم القانون هذي الجزئين كمان بتنجد ان المادة 58 من دستور المصر سعد 2014 والمعدة سعد 2019 بتنص المادة 58 على ان المنازل ليها حرمة وفي معادة طبعا حالات الخطر والاستغاثة لو حد في خطر داخل المسجد او حد استغاث من داخل المسكن ففي الحالة دية لا طبعا بيتم الدخول من غير استيزان لكن هو بيقول في معادة الحالتين بولد فالمنازل حرمة ما ينفعش حد يدخل المنزل او يفتشه او يرقبه او يتصمت عليه الا بامر قضائي والامر القضائي ده لازم يكون مسبب ويحدد المكان والتوقيت والغرض منه وكل ده في الاحوال اللي بينص عليها القانون وبالكيفية برضو اللي ينص عليها القانون وكمان يجب ان يعني يجب التنبيه اللي موجودين في المنزل عند الدخول والتفتيش وانهم لازم يوري الازن التفتيشي الموجود معاه او يوري يعني الاطلاع على الامر الصادر في هذا الشرع تعالوا نشوف كمان مع بعض المادة 60 والمادة 60 من دستور المصرسة 2014 المعدة 2019 بتنص على لجسد الانسان عموما دي حرمة واللي اعتداء عليه او تشويه او التمثيل به بيعتبر جريمة وبيعاقب عليها القانون وبيحضر الاتجار باعضاوه وما ينفعش اجراء اي عملية طبية او تجربة طبية بغير رضاوه رضاو الادوات لازم يكون حر وموصف وبيكون وفق للأسس المستقرة عليها في مجال العلوم الطبية وعلى النحو برضو اللي بينظمه القانون تعالوا نشوف طيب المادة 64 والمادة 64 بتتكلم على حرية الاعتقاد وان حرية الاعتقاد دي مطلقة يعني كل شخص ليه حرية ممارسة الشعائر الدينية ويقام بدور العبادة لاصحاب الاديان السماوية حق ينظمه القانون بعد ما استعرضنا مع بعض كده نص المادة 57 و 58 والمادة 60 والمادة 64 من الدستور المصر سنة 2014 والمعدل سنة 2019 بنجد ان احنا بنذهب مع الرأي القائل بان المشرع الدستور المصري ما كانش محتاج ان هو ييرد كل مثل هذه التطبيقات وخصوصا ان هي ما بتشتملش هذه التطبيقات على كل عناصر الخصية وكان اكتفى فقط باقراره للحق في الخصوصية اللي هو اقراره فيه المادة 57 في البند الاول من المادة 57 اللي هو قال فيه للحياة الخاصة حرمة وهي مصنومة لا توماس ودوت لان فيه هناك يعني تطبيقات للحق في الخصوصية مهمة جدا وما نصش عليها الدستور زي الامور المتصلة بالحياة العائلية والاسم والصورة ومعالجة البيانات الشخصية الإلكترونية لذلك بنوصي المشرع الدستور المصري بان هو ما يحطش هذه التطبيقات ويكتفي بالنص على مبدأ عام في هذا الخصوص اللي هو مبدأ الحق في الخصوصية وخصوصا وان المفهوم الحقيقي اللي خصوصية ونوضقها اللي احنا نعرف بعد كده ان المفهوم الحقيقي اللي خصوصية ونوضقها مش واضحين الى الان بصورة حاسمة والقاطعة وده نتيجة الاسباب كثيرة جدا هنوضحها بعد كده في الشرح منها التطور العلمي والتكنولوجي اللي احنا عايشينه دلوقتي طيب تعالوا نشوف مع بعض الدستور اليمني الدستور اليمني عام 2015 بنجده اقر الحق في الخصوصية وده من خلال المادة 90 يعني كده عنوان المادة 90 الحق في حرمة الحياة الخاصة بده نص المادة 90 اللي هي عنوانها الحق في حرمة الحياة الخاصة الحياة الخاصة للانسان مصونة وليها حرمة يبقى نصة المادة 90 بين الحياة الخاصة للانسان بتكون مصونة وليها حرمة وسريتها كمان مكفولة وما ينفعش مراكبتها او للطلاع على المرسلات البريدية والالكترونية والتصمد على المحادثات الهدفية وغيرها من الوسائل للتصام الا بامر لازم يكون الامر ده امر قضائي ويكون مسبب لمدة محددة في الحالات اللي بيبينها القانون كمان نصة المادة 91 على ان المساكن ليها حرمة والاماكن الخاصة ودور العبادة ودور العلم ونصف النقطة رقم واحد من المادة 91 بين المساكن والاماكن الخاصة ليها حرمة وفي غير حالات التلبس بجريمة او الحيلولة دون وقوع ضرر جسيم على الاشخاص والاملاك يعني المساكن ليها حرمة لكن ده ما بيكونش في حالات التلبس بجريمة او عشان يعني يحصل حيلولة دون الوقوع في ضرر جسيم يعني مش حاوزين يحصل ضرر جسيم على الاشخاص او الاملاك ففي الحالة دي نصرح بدخول المسكن ولا يجوز دخوله او مراقبته او تفتيشه او تصنط عليه او اغلاقها الا بامر قضائي مسبب يعني لازم يكون ده بامر قضائي مسبب والمادة محددة في احوال المبينة في القانون يعني في الاحوال ننص عليها القانون وعلى نحو يحفظ قرامة ساكنيها اللي هم يعني سكان المنزل ويجب ابراز الامر القضائي وتسليم نسخة منه للساكن في المنزل وده قبل اتخاذ اي اجراء ده الدستور اليمني عام 2015 وبالنسبة الدستور تونس عام 2022 بتنجد ان الدستور تونس لعام 2022 اقر برضو بالحق في القصصية وده كان من خلال مص المادة او من خلال الفصل الثلاثين اللي الفصل الثلاثين مص فيه على تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المواصلات والاتصالات والمعطيات الشخصية يبقى نص هنا في الدستور على ان للحياة الخاصة لها يعني بتحميها الدولة وحرمت المسكن وكمان نص على سرية المسالات والاتصالات والمعطيات كمان الشخصية وانه لكل مواطن الحرية في انه هو يختار مقر قمته في التنقل داخل الوطن وليه الحق في انه هو كمان يغادر الوطن. ده كان نص الفصل الثلاثين من الدستور التونسي لعام عشرين اتنين وعشرين هل نشوف مع بعض بقى دستور سلطنة عمان عام 1996 هل دستور سلطنة عمان عام 1996 اقر صراحة بالحق في الخصوصية ولا ذكر برضو بعض الطبيقات للحق في الخصوصية بنجد ان نص المادة 27 من دستور سلطنة عمان عام 1996 نص المادة 27 على ان للمساكن حرمة حرمة فلا يجوز دخلها بغير اذن اهلها الا في الاحوال التي يعنيها القانون وبالكافية المنصوصة عليها فيه يعني المساكن لها حرمة ما ينفعش حد يدخلها غير بازن من اهلها وفي الاحوال اللي بينص عليها القانون وبالكافية اللي بينص عليها القانون كمان ذكرت المادة 30 بحرية المرسلات مصت على حرية المرسلات البردية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال واني دي حرية المرسلات دي كلها وسائل الاتصالات دي كلها مصومة وسريتها بتكون مكفولة وما ينفعش ان احنا نرأيبها او نفتشها او نفشي سريتها او حتى نأخرها او مصادرها الا في الاحوال اللي بيبينها القانون وبالاجراءات اللي بينص عليها القانون. نجد ان برضو الدستور سلطنة عمان عام الف تسعمية ستة وتسين ما انصش ما اقرش صراحة على الحق فيه الخصوصية وذكر فقط بعض التطبيقات للحق في الخصوصية وكان يقدر عليه ان هو ينص على صراحة على الحق فيه الخصوصية ولكن نجده ان هو اكتفى فقط بذكر بعض التطبيقات ورغم ان هو كمان اقر مبدأ الحرية الشخصية ودس اقراره لمبدأ الحرية الشخصية ما يجنيش عن ان هو يقر الحق في الخصوصية وخصوصا ان اغلب الدستير العربية اللي احنا ذكرناها بتذكر الحقين معا طيب كده دستور سلطنة سلطنة عمان بينضم ليه اربع دول الكلين عليهم بينضم الاربع دستير لاربع دول الكلين عليهم هافكرين ايه هما كده يبقى دستور سلطنة عمان هنا رقم خمسة معي افكركم طيب اول دولة دستور دولة كان البحرين والسعودية والصمون والكويت وعمان وكده معايا اه اه خمس دول لم تنصي صراحة في دستيرها على الحق في الخصوصية طيب الوطع ايه بالنسبة لدستور لبنان دستور لبنان عام الف تسعمية تلاتة واربعين ميلاديا والمعدل سنة الفين واربعة نص في المادة اربعة واشر للمنزل حرمة ولا يسوق لاحد الدخول اليه الا في الاحوال والطرق المبينة في القانون بنجد ايضا ان دستور لبنان لم ينص صراحة على الحق في الخصوصية وكان يجدد بمشرح الدستور لبنان ان هو ينص على الحق في الخصوصية وان ذكر التطبيقات ديت ما يغنيش على ان احنا آآ نذكر الحق في الخصوصية بل بالعكس التطبيقات ديت ما بتشملش كل التطبيقات الحق في الخصوصية وحتى لو كان اقر آآ دستور لبنان لمبدأ الحرية الشخصية ده ما بيغنيش ابدا ان احنا نقر الحق في الخصوصية وخصوصا اغلب الدستور العربية تقر الحقين معا آآ خلينا نقول ان كده دستور بقى لبنان هنا كده الدول رقم كام رقم ستة يبقى معايا كمان دستور آآ لبنان بينضم ليه الدستور التي ما مصتش صراحة على الحق فيه الخصوصية. كده الدول مع بعض دستور دولة البحرين المظام الاساسي ليه المملكة العربية السعودية دستور الصومان ودستور الكويت ودستور عمان ودستور لبنان تعالوا نشوف مع بعض دستور ليبيا ودستور ليبيا بتنص المادة احداشر من دستور ليبيا على ان المساكن وللمساكن وللعقارات آآ الخاصة حرمة فما ينفعش ان احنا ندخلها او نفتشها الا في الاحوال اللي بينص عليها القانون وبالكيفية اللي يبينها القانون وكمان رعاية حرمة الاموال العامة والخاصة ده بيكون واجب على كل مواطن بنجد ان دستور ليبيا عام 2011 والمعدسة 2012 بيقر الحق في الخصوصية وبيقر الحق في الخاصية في المادة اتناشر تعالوا نشوف المادة اتناشر بتنص عليه بتنص المادة اتناشر لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون كده النص صراحة نوع على الحق في الخصوصية ولا يجوز الدولة التجسس عليها الا باذن القضائي ووفقا لاحكام القانونين ننفعش الدولة التجسس على يعني على اه الحياة الخاصة للمواطنين ولكن ده ممكن يجوز باذن القضايا وفقا لاحكام كمان بنجد ان المادة تلاتاشر بتنص اه في السطور الليبي على ان المرسلات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال بكلها حرمة وسرية ودولة مكفولتين يعني المرسلات والمحادثات الهاتفية بتكون مكفولة بالحماية ولا يجوز مصادر مصادرتهم او للطلاع عليها او رقابتها الا باذن القضايا والمدة محددة وفق الاحكام القانون وانا بيتكلم على المرسلات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال تعالوا نشوف مع بعض دستور جمهورية موروتانيا ودستور جمهورية موروتانيا نسعة الف تسعمية واحد وتسعين اقر الحق فيه الخصوصية واقر الحق في الخصوصية من خلال نص المادة تلاتاشر واللي كانت بتنص على تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمت شخصه ومسكانه ومراسلاته بدأ كده ان الدستور الموروتاني نص فيه المادة تلاتاشر على ان الحق فيه الخصوصية وعلى ان تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمت شخصه ومسكانه ومراسلاته احنا بنقيد الرأي برضو القالب من الدستور الموروتاني ما قصدش استخدام لفظ مواطن زي ما ذكر فيه المادة تلاتاشر من الدستور الموروتاني ولكن كان اه مش مش اصده بده ان هو يقصر الحماية على المواطنين فقط دون الاجانب ولكن هو اورد ذكر كلمة مواطن على التعبير العام ان في الغالب ان هما بيخاطب المواطنين ولكن هو ملتزم بالحماية لكل من على اراضي سواء كان مواطنين او اجانب ومن ثم ده بيشير يعني هو اشار لكلمة مواطن لان الوضع الغالب في الحياة العملية دون ان يقصد ابدا استبعاد الحماية بالنسبة للاجانب المقيمين على ارض مرتاني كده احنا الحمد لله انتهينا من شرح المحور الاول من المحاضرة واستعرضنا مع بعض في المحور الاول الدستير المختلفة في الدول العربية وشوفنا مدى اقرار هذه الدستير للحق فيه الخصوصية دلال Itísنتقل مع بعض المحور الثاني من المحاضرة ونتحدث في المحور الثاني على مدى اقرار الحق في خصوصية على المستوى الدولي العالمي وهنرجي الحديث على مدى اقرار الحق فيه الخصوصية على المستوى الدولي الإقليمي للمحاضرة القديمة بمشيئة الله تعالى هنتناول الحقف الخصية كمبدأ عام من ناحية الحماية المادية وايضا هنرجي الحديث عن الحقف الخصية المعلوماتية في آآ يعني فيما بعد لما عشان هنتناول بقى الحقف الخصية بيتعمق اكتر الحقف الخصية المعلوماتية بتعمق اكتر لان احنا هنتناول الحق ان شاء الله بمشيئة الله تعالى في علاقته بالتكنولوجيا يعني محتاج من مزيد من التفصيل وان شاء الله نتطرق ليه بمشاية الله تعالى فيما بعد دلوقتي هنركز مع بعض هل تم اقرار الحق في الخصوصية على المستوى الدولي العالمي على كمبدأ عام للحق في الخصوصية كمبدأ عام تعالوا نشوفكم مع بعض بنجد ان الحق في الخصوصية حظى باهتمام كبير جدا من جانب الهيئات والمنظمات الدولية في السنوات الاخيرة وده انطلاق من اتجاه عام بيوسيد المجتمع الدولي يعني في اتجاه عام بيوسود المجتمع الدولي وسائد في المجتمع الدولي هو احترام حقوق الانسان الاساسية ويقامة شروط افضل للحياة في جميع انحاء العالم وبرز الاهتمام الدولي في صورة اتفاقيات يعني الاهتمام الدولي ده كان في صورة ايه؟ اخد صورة اتفاقيات والاتفاقيات دي ابرمت اما على مستوى الامم المتحدة او اتفاقيات اقل شوية وكانت على مستوى الاقليمي وده للاعتراف بالحق في الخصوصية بل كان الاعتراف بالحق كمان في الخصوصية ما كانش بس يعني في صورة اتفاقيات ابرمت على مستوى الامم المتحدة او على مستوى الاقليمي بل كمان كانت مصار اهتمام كمان المنظمات الدولية العالمية والاقليمية وبنجي تدوّد في المنظمات الخاصة في بالدفاع عن حول الإنسان فضلي كمان عن مش بس المنظمات يعني مش بس التفاقيات ومش بس منظمات حاصة على كمان اهتمام المنظمات بل كمان بعض المؤتمرات الدولية انعقدت في جميع أنحاء العالم عشان تبحث أفضل وسيلة لحماية الحق في القصصية سواء على المستوى الأقليمي أو على المستوى الدولي تعالوا مع بعض نقسم المحور الثاني من المحاضرة لجزئتين ونشوف نتناولهم إزاي هنقسم إن شاء الله المحور الثاني من المحاضرة مدى إقرار الحق في القصصية على المستوى الدولي العالمي للإعلانات والاتفاقيات الدولية العالمية وللنقطة تانية المهمة المؤتمرات الدولية ونتكلم على المبدأ الحق في القصصية كمبدأ عام من الناحية المادية حب أشرح قبل ما أتكلم عن الإعلانات والاتفاقيات الدولية العالمية أشرح جزئية مهمة للي ما عندوش خلفية قانونية فلازم يبقى عارف يعني إيه إعلان يعني إيه اتفاقية خلينا نقول الإعلان بصفة عامة هو مجموعة من أفكار ومبادئ عامة ومجموعة الأفكار والمبادئ العامة دي مش بتتمتع بصفة الإلزامية يعني ملوش صفة إلزامية ولكن هو ليه قيمة أدبية ومعنوية وبيتمتع بالثقة السياسي والثقافي والأخلاقي لو صدر عن هيئة دولية زي الجمعية العامة للأمم المتحدة والإعلان يعد من قبيل العرف الدولي وكمان الإعلان في الغالب بنلاقي إن هو بيصدر فيه ظروف نادرة وده لما بيكون بنص على مبادئ ذات أهمية كبرى وقيمة دائمة زي ما احنا بنكلم دلوقتي على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بنجد إن كلمة إعلان مراضف لكلمات عديدة زي كلمة قواعد ومبادئ ومدونة ومبادئ توجيهية وأصبح الإعلان دلوقتي معيار بتقاص به درجة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتقيد بأحكمها أما مصطلح بقى اتفاقية فبالله إن مصطلح الاتفاقية ده بيطلق على الإتفاق الدولي والمقصود من الاتفاق الدولي إن هو يضع قواعد قانونية بس القواعد القانونية دي لازم تكون ملزمة يبقى هو يقصد بالاتفاقية أو الاتفاقية بتطلق على الاتفاق الدولي ويبقى المقصود بأن يتم وضع قواعد قانونية ملزمة وقالنا نقول ان الاتفاقيات الدولية والقراط الصدر عن هيئة الامم المتحدة بيعدوا الاتنين سواء كالاتفاقات الدولية والقراط الصدر عن هيئة الامم المتحدة بتوعد من اهم المصادر بالنسبة لحماية حقوق الانسان وبنلاقي ان هو يقع على عاطق الدول الالتزام باحترام هذه القواعد قانونيا في كل مرة فيها بتكون مصدرة الاتفاق دولي او كانت الدولة دي طرفا في هذا الاتفاق وبيعد الاعلان العالمي هو الركيزة الاساسية لحقوق الانسان بالاضافة الى ان في هناك اتفاقيات برضو اقل اتساعا اللي هي الاتفاقيات الاقليمية والاتفاقيات الاقليمية دي بتكون اقل اتساعا من الاتفاقيات الدولية وفي نطاق الاعلانات والاتفاقيات الدولية العالمية هنشرح الاعلان العالمي لحقوق الانسان هنشرح الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وخلونا نبدأ مع بعض دلوقتي بشرح الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بنجد أن الأمم المتحدة منذ نشأتها يعني من البداية خالص أصدرت الإعلانات الدولية والاتفقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فأصدرت قايمة دولية للحقوق والحريات الأساسية للإنسان واطلق عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما فيه شك ان الاعلان بيعود من اهم الخطوات اللي تبنتها منظمة الامم المتحدة وده كان بعد سنوات قليلة من انشاءها وبيعود العمل ده هو الخطوة الاولى اللي هو الاعلان هو خطوة الاولى والاساسية لبناء قواعد متكملة بتسعى القواعد المتكملة دي عشان تضمن حقوق الانسان بيتميز الاعلان عما سبقه من محاولاته جهود اوروبية وامريكية بان الاعلان بيتميز بان هو عالمي وان هو بيتناول بشكل شامل لحقوق الانسان وحرياته استقبل الاعلان بتأييد تبير جدا من شعوب العالم سواء كان رجال او نساء ولكن بنجد في المقابل ان وجهه كتير جدا من انظمة الدول العالم السالس وحكومتها بالرفض في بداية الامر بخاصة ان بيغلب على يعني بخاصة الدول اللي هي دول العالم الثالث اللي بيغلب على سلطانها الطابع الديكتاتوري والاستبدادي بما فيه ذلك بقى من انظمة بتطلق على نفسها مسميات براقة ولكن بنجي نشوفها على الارض الواقع ما بنلاقيش الكلام ده مطبق زي كجمهورية او ديمقراطية ولا تحكس ممارستها ابدا السلبية ضد حقوق المواطن او الانسان اي ممارسة فعلا فعلية على ارض الواقع تعالوا نشوف مع بعض مواد الاعلان الاعلان بتلاقيه جهه الاعلان العالمي لحقوق الانسان بتلاقيه جهه انه تضمن في المادة 30 منه مجموعة من المبادئ الدولية اللي بتنادي باحترام الحقوق الدولية للانسان وبتهدف المبادئ دين المحافظة على قيمة الانسان وكرمته وشرفه دون تمييز دون اي تمييز سواء كان تمييز ده بسبب الجنس او اللون او العقيدة او اللغة متعرض كمان الاعلان في المادة 12 منه للحق في الخصوصية وقضت المادة 12 ونصت المادة 12 على انه ما ينفعش ان احنا نعرض اي حد لتدخل تعسف في حياته الخاصة او في شؤون اسرطه او مسكانه او مرزلاته او الحملات اللي بتموس شرفه وسمعته ولكل شخص انه هو حق في انه هو يحميه القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات بتبين لنا على الاخص في المادة 12 ان المساق كان واضح في ضرورة اطفاء الحماية اللازمة للحق الانسان في الخصوصية بحيث انه ما يتعرضش لأي تدخل غير مشروع او انه يتعرض لي تدخل بدون اي مسوذ قانوني وبيستفاد كمان من المادتين اللي احنا قلناهم سوك في المادة 30 او المادة 12 ان الامم المتحدة اهتمت بحقوق وحريات الانسان وفرضت الحماية اللازمة لضمان عدم المساز بهذه الحقوق وصلنا مع بعض الكوثية مهمة طيب ايه هي القيمة القانونية للإعلان؟ هل الإعلان دي قيمة قانونية؟ وهل القيمة القانونية دي بتوصل لدرجة الإلزام؟ بيذهب الرأي الراجح في الفقه الدولي اللي ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مش بيتمتع بأي قوة الزمين ملهوش قوة الزمين وان هو بيبقى في إطار الالتزام الأدبي مدام ما خدش صورة معاهدة دولية لان احنا بنجد ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خد صورة توصية والتوصية دي كانت صوترة من الجامعية العامة للأمم المتحدة في رأي تاني ذهب لأن الحقوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن الحقوق الأساسية لتضمنتها الإعلان العالمي بينبغي ان احنا نعتبرها جزء لا يتجزأ من القانون الدولي العام وده لأن كتير جدا من الدول تضمنت في دسترها فقرات من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأكدت على إخلاصها والتزامها بالمبادئ الوردة بالإعلان كمان بنجد ان المادة التانية 20 سنة والعشرين من الإعلان بتقرر بأن يجب تحقيق الحقوق المنصوصة عليها ويجب أن يتم ده من خلال التنظيم القانوني الداخلي لكل دولة حسب الموارد المتوفرة لديها وتضمنت بعض الدول اللي قوانينها المحلية فقرات من الإعلان كمان بنجد ان فيه اتفاقيات دولية ضمنت جميع الحقوق التي جاء بها الإعلان وعلى الرغم من كل الحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي لكن بنجد ان المحكمة العليا الأمريكية أنكرت الصفة الإلزامية للإعلان وكمان بنجد كمان فعل مجلس الدولة الفرنسي نفس الحكم وأنكر الصفة الإلزامية للإعلان يتضح من الكلام اللي احنا قلنا دلوقتي أن الإعلان بيعتبر من أهم عناصر تطور التاريخي لحق الإنسان في الخصوصية لأنه بيعتبر أنزل حقوق الإنسان من عام أعلامها المجرد كحقوق طبيعية اللي نزلها لنصوص وضعية وهذه النصوص وإن كانت غير ملزمة إلا أنه أظهر حرمة الخصوصية باعتبرها حق للإنسان وأحدث بالفعل آثار عميقة في العالم الأجمع بما تضمنوا الإعلان من أمال وأهداف تتطلع لها البشرية في مسارتها الطويلة نحو تحقيق حقوق الإنسان إحنا كده خلاص خلصنا شرح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتعالوا نشوف مع بعض ونستعرض الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية بتنتزي الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي احنا نسا شرحينه دلوقتي بأن هي أنشأت مظاما قانونيا دوليا للرقابة يبقى أنشأت مظام قانوني دولي يعمل على الرقابة علشان يضمن تطبيق واحترام الحقوق والحريات ولكن مع الأسف أن دول التي وقعت بالانضمام إلى هذه الاتفاقية أقل من ثلث دول العالم أن أقل من ثلث دول العالم وقع بالانضمام على هذه الاتفاقية تعالوا نستعرض مع بعض مواد الاتفاقية الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية بلاقيها تضمنت مجموعة من المبادئ المتعلقة بالحقوق اللي يجب احترامها بالنسبة للإنسان واحتوت الاتفاقية على 53 مادة أهمهم في موضوعنا نص المادة 17 فيما يتعلق بحماية المرء في خصصيته ونلاقي أن المادة 17 نصت على أنه ما ينفعش يتعرض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصياته أو في شؤون أسرته أو بيته أو مرسلاته أو لأي حملات غير قانونية تمص شرفه أو سمعته كمان نصت المادة 17 على أنه من حق كل شخص أنه يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس وبترى اللجنة أنه يلزم ضمان هذا الحق في مواجهة جميع التدخلات والاعتداءات يعني كمان اللجنة قالت أنه يلزم أنه نضمن الحق في الخصوصية في مواجهة جميع التدخلات والاعتداءات سواء كانت تدخل أو الاعتداد صادر عن سلطات الدولة أو صادر عن أشخاص طبيعيين أو قانونين والالتزامات اللي بتفرضها المادة دي بتقتدي أن الدولة لازم تعمل تدابير أو تعتمد الدولة تدابير تشريعية وغيرها من التدابير اللازمة علشان تحضر المفروضة على تلك التدخلات والاعتداءات إن هي تحضر التدخلات دي وتحضر الاعتداءات اللي بتتم على الحق في الخصوصية فضلا على إن هي لازم تعمل حماية قامونية للحق في الخصوصية وبهذا النص تكون الاتفاقية قد اعترفت بحق الفرض وحق الشخص فيه وحق الإنسان في الخصوصية وحرمت كل صور الاعتداء عليه سواء وقع هذا الاعتداء من جانب أفراد أو من جانب السلطات الحكومية بيصور معنا التساؤل دلوقتي طيب هل الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية بتتمتع بصفة الإلزام بالنسبة للدول الأعضاء اللي وقعوا على الاتفاقية تعالوا نشوف مع بعض بتعود الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية هي تطبيق فعلي لحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية ليه؟ لأن هي كانت فعلا ملزمة من النحية القانونية لجميع الدول الأعضاء اللي وقعوا على الاتفاقية علشان تضمن احترامها للحقوق الواردة فيها وتميزت الاتفاقية في صفة الإلزام عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومؤد الكلام ده ومفاد كده أن الحق في القصصية بالنسبة للدول اللي صدقت أو انضمت إلى المواصيق الخاصة بالاتفاقية أصبحت جزء لا يتجزأ من النظام القانوني الخاص بهذه الدول بمعنى أن ما أصبحتش هذه الحقوق مجرد توصية بل أصبحت التزام القانوني يفرض على المشرع الوطني والقضاء الوطني والسلطة التنفيذية واجب احترامه ورفع أي تعارض بينه وبين النصوص السارية اللي بتهدر هذا الحق وهو اللي احنا نتكلم عليه هو الحق في الخصوصية يعني ما ينفعش أن الدولة اللي وقعت أو صدقت أو انضمت للاتفاقية أن هي تخالف في قوانينها الداخلية للمبادئ التي وردت أو تخالف في النصوص اللي وردت في الاتفاقية وده لأن الاتفاقية بتكون ملزمة لجميع الأعضاء اللي وقعوا عليها وصلنا مع بعض للنقطة التانية من المحور التاني المحور التاني اللي احنا نتكلم فيه مدى إقرار الحق في الخصوصية على المستوى الدولي العالمي نتكلم دلوقتي وصلنا لنقطة المؤتمرات الدولية انعقدت مؤتمرات الدولية كتير جدا تدولة موضوع الحق في الخصوصية وبحثت إزاي أن هي تقر الحق في الخصوصية واصدرت توصيات كبير من التوصيات بتتعلق بالحق في الخصوصية لكن خلينا نركز على أهم هذه المؤتمرات والمؤتمرات ديت إما بتكون مؤتمرات ذات صبغة دولية وإما مؤتمرات بتكون ذات صبغة إقليمية ومحلية هنشرح مع بعض دلوقتي المؤتمرات اللي هي ذات صبغة دولية لكن المؤتمرات اللي هي ذات صبغة إقليمية أو محلية هنرجع الشرح فيها ونشرحها المحاضرة القادمة بمشيئة الله تعالى خلونا نشوف مع بعض ونستعرض المؤتمرات على المستوى الدولي ونشوف أهم المؤتمرات على المستوى الدولي هيين المؤتمر الأول هو المؤتمر الدولي لخبراء لينسكو والمؤتمر الثاني هو المؤتمر الدولي لحماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية تعالوا مع بعض نتعرف على المؤتمرين بالنسبة للمؤتمر الدولي لخبراء لينسكو بنلاقي أن أسباب انتمام هيئة لينسكو بصفة خاصة بمسألة الحق في الخصوصية بترجع لتعقد موضوع المسألة من ناحية نتعقد الحق في الخصوصية وتعقد المشكلات المتصلة بالحق في الخصوصية ووجود دايما تنازع بين الخصوصية من ناحية الأفراد من جانب الأفراد وبين المصلحة العامة من ناحية أخرى أو من جانب آخر فبنلاقي دايما في تعارض بين حقوق الفرض وحقوق المجتمع وهذه الأمور كلها بتحتم ضرورة البحث عن إيجاد العلاج الملائم لمسألة مهمة جدا هي مسألة الحق في الخصوصية أصدر خبراء لينسكو عدة ملاحظات على المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان أهم هذه الملاحظات خلينا نستعرض أهمها مع بعض أول حاجة صعوبة وضع تعريف عامل الحق في الحياة الخاصة يعني صعوبة وضع تعريف عامل الحق في الخصوصية على المستوى العالمي ليه؟ المسألة صعبة لأنها مسألة نسبية بتختلف باختلاف العادات والتقاليد والثقافات وكمان بتختلف باختلاف المناخ الاقتصادي في كل دولة من الدول تاني ملحوظة قالها خبراء لينسكو على المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعذر عزل الفرض عن الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه صعب جدا إحنا نعزل فرض من الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه تالت ملحوظة ضروري تغليب المصلحة الجماعية على حق الفرض في الخصوصية وده في حالة وجود تعارض ما بين المصلحتين رابع ملحوظة قالها وذكرها المؤتمر أني مفيش ما يمنع من الخصوصية وكمان ما يمنعش من الحقوق الأخرى للإنسان أن الدولة تقوم بوضع بعض القيود شريطة أن تكون هذه الضوابط لازم تكون محددة ومؤقتة وأن يكون ذلك فيه إطار الحفاظ على الكرامة الإنسانية بصفة عامة خلينا نستعرض مع بعض توصيات المؤتمر المؤتمر وصب أنه لازم يكون فيه اهتمام بإصدار بعض المواصيق الأخلاقية واللي متعلقة بمهنة الصحافة كمان يجب إعداد إحصائيات عن الأبحاث المتعلقة بالخصوصية واللي تم إجراءها من هيئات غير حكومية واللي تم إجراءها كمان من الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث يتم إعداد عمل إحصائيات عن الأبحاث دي كمان إجراء لازم يتم إجراء دراسات وأبحاث لتقييم التشريعات المتعلقة بالحق فيه الخصوصية ولكن لو كانت هذه الدراسات والأبحاث تمت على المستوى الأقليمي يعني يستحصن أن يتم كمان على المستوى الأقليمي يجب كمان التنسيق بين هيئة اليونسكو ووكالات الأمم المتحدة المهتمة بقضية الخصوصية وده بيكون عن طريق عقد اجتماعات لدراسة مسألة الخصوصية يجب الاستعانة بوسائل التعليم زي ما احنا بنعمل كده دلوقتي يجب الاستعانة بوسائل التعليم والإعلام لإحاطة الجمهور بكيفية حماية حقهم في الخصوصية كمان يجب على هيئة اليونسكو عقد مؤتمرات لبحث كل ما يتعلق بالحق في الخصوصية هناك كده خلصنا شرح المؤتمر الدولي لخبراء اليونسكو خلينا نشوف مع بعض المؤتمر الدولي لحماية حقوق الإنسان في الأجراءات الجنائية بنجد أن المؤتمر الدولي لحماية حقوق الإنسان في الأجراءات الدولية تضمنت أعمال القسم الثالث من المؤتمر عديد من البحوث وتقارير والبحوث ديت والتقارير دي قدمت بيها أو تقدم بيها خبراء والخبراء دول كانوا متخصصين في القانون الجنائي لما تقدم بيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القانون الجنائي في دول مختلفة تناولة البحوث دي مجموعة من القضايا والمشكلات الأساسية والمشكلات الأساسية دي كانت متعلقة بالإجراءات الجنائية خلينا نستعرض مع بعض المشكلات الأساسية لتناولتها البحوث ديت أول حاجة قرينة البراءة ومضمنها ونتائجها تاني نقطة فكرة المساواة في الحقوق والإجراءات بين أطراف الدعاوة تالت نقطة المدة اللي بيستقرقها إجراءات الدعاوة المختلفة والمبادئ الأساسية في الإثبات الجنائي وحق المتهم في الصمت والمبادئ الأساسية في الإثبات الجنائي وحق المتهم في الصمت بتشمل على ضوابط القبض والحبس الأحصياطي وكمان مراعامة حقوقه ومصالح المجنعي عليه في الدعاوة الجنائية يعنينا في المهزين مثال البند الرابع هي المبادئ الأسئة في الأثبات الجنائية وحق المتهم في الصمت لها ضوابط القبض والحبس الاحتياطي ومرعاة حقوق ومصالح المدني عليه في الدعاوة الجنائية لنيدية المتعلقة بمسألة الحق في الخصوصية تعالوا مستعرض مع بعض توصيات المؤتمر صدر عن المؤتمر توصيات عدة تتعلق بالحق في الخصوصية ومنها يتم الحفاظ على الحقوق الفردية وعدم المساز بالحريات العامة كمان من الضروري أن نركز على كل وسائل والإجراءات الإثبات اللي من شأنها أن هي تعطل الحقوق الفردية والحريات على سند قانوني يعني لازم تستند كل الوسائل وكل الإجراءات الإثبات أن هي تستند لازم تستند اللي من شأنها بتعطل وتمثل حقوق الفردية والحريات لازم تستند على سند قانوني ينظم قبول الأدلة في الإجراءات الجنائية وفقاً للمصالح التالية أول حاجة لازم عشان أقبل الأدلة في الإجراءات الجنائية لازم تكون وفقاً لمصالح سلامة النظام القضايا احترام حقوق الدفاع مراعاة مصلحة كل من المجني عليه والمجتمع بدنا نجد أن المؤتمر الدولي لحماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية استقر على قواعد مهمة جداً خلينا نستعرض القواعد دي مع بعض أول حاجة أن بطلان أدلة الإثبات اللي بتحصل عليها عن طريق انتهاك الشخص كتعريض الشخص للتعذيب فلو تعرض الشخص للتعذيب فأدلة الإثبات المتحصلة من الشخص في الحالة دي تكون باطلة لأن هي تحصل على هذه الأدلة عن طريق تعذيب الشخص تاني حاجة عدم قبول أدلة الإثبات رغم صحتها وده لأن أدلة الإثبات تم جمعها عن طريق وسائل غير مشوعة كده نحن الحمد لله انتهينا من شرح المحاضرة التانية من مقرر قانون الخصية وحماية البيانات وشرحنا في المحاضرة التانية اللي كانت بعنوان مدى إقرار الحق في الخصوصية في الدول العربية وعلى المستوى الدولي العالمي شرحنا فيها مدى إقرار الحق في الخصوصية في الدول العربية وده كان في المحور الأول وتعرضنا للدستور الأردني ودستور دولة البحرين ودستور الجزائر والسودان وسوريا وجمهورية الصومال ودستور العراق والمغرب وكمان النظام الأساسي للمملكة العربية السعودية وكمان تعرفنا على دستور دولة الكويت والمصري واليمني والتونسي ودستور سلطنة عمان ودستور لبنان وليبيا وجمهورية الملتانية ثم انتقلنا بعد كده للمحور التاني من المحاضرة تعرفنا في المحور التاني من المحاضرة على مدى إقرار الحق في الخصوصية على المستوى الدولي العالمي عرفنا إعلانات والتفاقيات دولية عالمية وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية كمان تعرضنا للمؤتمرات الدولية وأهمها مؤتمرين هم المؤتمر الأول المؤتمر الدولي لخبراء الإنسكو وكمان تعرضنا وتعرفنا على المؤتمر الدولي لحماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية أما بالنسبة للمراجع اللي أنا رجعت لها في المحاضرة التانية كلها مذكورة في رسالة الدكتوراه الخاصة بي بعنوان الحق في حرمة الحياة الخاصة في مواجهة الجرائم المعلوماتية وهي رسالة الدكتوراه مقدمة في جامعة القاهرة سنة 2013 بس في ملحوظة حب أن ننوه لها أن الرسالة طبعا كانت مركزة أكتر على القانون المصري والقانون الفرنسي بجانب القوانين الدول الأخرى ودستير الدول الأخرى ولكن كانت تركيز أكتر على القانون المصري والقانون الفرنسي إحنا هنحاول لأ في خلال دراستنا للمقرر هنتنوع بين دستير الدول وهنتنوع في القوانين بين الدول هنتنوع كمان في المعاهدات الدولية ده كله عشان يسري المادة العلمية في المقرر قانون الخصوصية وحماية البيانات كمان فيه ملحوظة تانية حابة برضو أنوه عليها إن الرسالة كنست 2013 فيه تعديلات كتيرة جدا وردت على الرسالة ودي كلها ان شاء الله تعديلات دي هنذكرها بالتفصيل وهنشرحها في المحاضرات بمشاية الله تعالى كمان انتو بأكد للمرة المليون زي ما بيقولوا احنا مش ملزمين خالص بان احنا اطلع على الرسالة ولكن برضو أنا لازم أقول أنا جبت المادة العلمية في شرح كل محاضرة منين لأن المحاضرات دي بتترفع على اليوتيوب بتترفع على قناة الجامعة وموجودة على قناة الجامعة ممكن أي حد يطلع عليها ويحب ان هو يتوسع في المادة العلمية الخاصة بالمقر وانا حب بصراحة ان اشكر ادارة الجامعة على قناة الجيوب التعليمية اللي هي عملاها وبتنشر عليها محاضراتنا كلها لأن الصراحة دي مجهود يشكر عليه ادارة الجامعة وصلنا اخيرا لانتهاء المحاضرة تم بحمد الله لانتهاء منشرح المحاضرة التانية مع تمنياتي ليكم بالتوفيق كان معاكم والدكتورة اسماء رويعي شكرا لحسن استماعكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة